نغش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ريكس ليرسن مساء أمس في العسكة على هامش اجتماع مجلس الخطب الشمالي نغش المناطق الأربع الأمنة التي أعلن التوصل لاتفاق بشأنها في اجتماع أساتانا مؤخرا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مذكرة مناطق خفض التصعيد الموقع في أستانة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص وأوضح لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل بدء الجولة الرابع من محادثات أستانة عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الأزمة السورية مشيرا إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع المبادرات التي اقترحتها الولايات المتحدة نفسها في بداية هذا العام وبدأت منتصف ليلة أمس ريان اتفاق أستانة بشأن مناطق وقف التصعيد في سوريا فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من الأول من مايو الجاري مشيرة إلى إغلاق الأجواء أمام طائرات التحالف الدولي فوق مناطق تخفيف التوتر وأوضح المبعوث الروسي إلى أستانة إليكزندر لفرانتيف أن الحظر ليس مسجلا في مذكرة وقف التصعيد لكن المناطق المتفق عليها مغلقة أمام طلعات التحالف الدولي من جهة ثانية قالت وزارة الدفاع الروسية أن المذكرة الخاصة بمناطق وقف التصعيد في سوريا لقيت تأييد الأمم المتحدة وواشنطن والرياض في حين أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية أن مناطق تخفيف التصعيد الأربع التي تم الاتفاق على إقامتها في سوريا تضم 42 ألف مسلح ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا وتشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون خمسة أيام بعد التوقيع لتحديد مناطق خفض التصعيد والمناطق الآمنة وحل المسائل التقنية ترجمة نانسي قنقر